اشتركوا في القناة تبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في السابع من شهر أغسطس 2024 وتنتهي في السادس من شهر نوفمبر 2024 كما يبلغ معدل السعر الفائدة على هذه الأدونات 36.39% وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.410% علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 215% وبلغ الرصيد القائم لأذنات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني وفي دولة الكويت بلغ إجمالي الصادرات كويتية المنشأ غير النفطية إلى دول العالم في يوليو الماضي 24 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 21.700 ألف دينار في يونيو وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يوليو بلغ 1597 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحوة 15.700.000 دينار كويتي والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية قال وزير المالية الياباني يوم الأثنين إن سلطات بلاده تراقب تحركات سعر الصرف عن كثب وذلك بعد أن انخفض متوسط مؤشر نيكي إلى أقل مستوى له منذ العشرين من شهر أكتوبر عام 1987 عندما ضرب انهيار السوق الأسهم العالمية في الأثنين الأسود الأسواق اليابانية وقال وزير المالية الياباني إن من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم والحكومة تتعاون مع بنك اليابان وتراقب الأسواق عن كثب وبيا قضى هذا وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 12.14% بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المخاوفة من ركود محتمل ومع ارتفاع الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولر وحول هذا الموضوع معي عبر سكايب من الأردن الأستاذة رانيا جول محل الأسواق في الشرق الأوسط في اكس اس دوت كوم مرحبا بك استاذة يعني في البداية شاهدنا صباح الاثنين هبوطا حدا في مؤشر نيكي الياباني كيف تقرأين هذا الهبوط؟ تماما في البداية مساء الخير لكي وللجميع عزيزتي في خصوص مؤشر نيكي أعتقد أن التطورات الاقتصادية العالمية الحالية والتطورات الجيوسياسية تقدم تحليل مبسط لهذا الانخفاض فمع الأخذ بالاعتبار أن التحليل الدقيق للسوق يتطلب وقتا أعمق لكن نضع بعض النقاط الأساسية لمثل هذا الانخفاض وأهمها التضخم العالمي الذي يزيد تكلفة الاقتراض أيضا الركود الاقتصادي التضخمي العالمي الذي أصبح يوم الجمعة لديه مخاوف كبيرة في الأسواق بسبب البيانات الأمريكية وأن هناك ركود تضخمي كبير في الأسواق مما يجعل جميع الأسهم وجميع الأسواق العالمية في حالة هبوط حادة أيضا التوترات الجيوسياسية والطلب الصيني الضعيف والعوامل المحلية المتغيرة في اليابان لها أثرها البالغ جدا في هبوط المؤشر وأعتقد أنه حاليا يكون هبوط تصحيحي عميق للرالي الذي حدث مؤخرا وأعتقد أيضا أن السندات الحكومية والذهب ستكون بديل جيد للأسهم خلال الفترة القريبة والمتوسطة لحين استقرار الأسواق نعم أستاذة يعني كيف يؤثر هذا الانخفاض على الاقتصاد الدولي بشكل عام؟ في الحقيقة هبوط مؤشر نيكي وهو المؤشر الرئيسي لبورسة توكيو عندما وصل لأدنى مستوياته سيقول له آثار عنيفة على الأسواق أهمها تراجع الثقة في الأسواق فاليابان هي الثالث أكبر اقتصاد عالمي صراحة أما انتشار موجة بيع كبيرة أيضا في الأسواق فانخفاض نيكي يشجع المستثمرين على بيع الأصول والذهب إلى السندات والذهب والأصول الآمنة أيضا تراجع الطلب العالمي سيكون الطلب العالمي في حالة تراجع كبيرة جدا لأن هذا المؤشر كبير جدا ويؤثر على اقتصادات العالم أيضا زيادة التقلبات في الأسواق لابد لنا أن نرى تقلبات كبيرة جدا في أسواق العملات ويجب التخطيط الاستثماري لهذه الاستثمارات خلال هذه الفترة خاصة لدى المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة أيضا سيؤثر قطعا على قطاع التكنولوجيا فاليابان هي قوة عالمية تكنولوجية عظمى ولا أحد ينكر ذلك فهو باختصار هبوط مؤشرني كي ليس حدثا معزولا عن العالم بل هو مؤشر موجود فعليا ويشير على وجود مشاكل عميقة في الاقتصاد العالمي وهذا الهبوط يؤدي إلى زيادة عدم اليقين وتقلبات الأسواق وتباطئ النمو الاقتصادي العالمي برأيه بالتأكيد الأستاذ رانيا جول محل الأسواق في الشرق الأوسط في اكس اس دوت كوم كنت معي من الأردن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر